مرحبا برجت دلو بشكل عام عزيزي برجت دلو أرى أنه كان في بداية علاقتكم أو من أسباب الانفصال هو عدم الوضوح في مشاعر وتوجه هذا الحبيب معك يعني العلاقة كانت نوعا ما كاجول مفتوحة غير محددة المصير ما كان في كلام عن المستقبل كنت أيضا غير واثق من مشاعر الحبيب تجاهك ولكن بشكل عام هذه المرحلة رح تعدي إن شاء الله ورح توصل أنت والحبيب إلى حل يرضى الطرفين أول شيء سبب الانفصال عندك ملكة الأكواب ملكة المشاعر المتدفقة ذمون ذمون دايما يتكلم عن أمور مخفية أمور غير واضحة للعيان أمور غامضة وأنت هذه طاقتك عزيزي برجت دلو طاقة السيوف كلها تبع الأبراج الهوائية بالأخص برجت دلو أرى أنك في السابق كنت غير متأكد من مشاعر ونوايا الحبيب اتجاهك وهذا كان سبب الانفصال الرئيسي لأن برجت دلو من الأبراج الذي يحب المنطق يحب الوضوح يحب الصراحة طاقة هي طاقة السيوف طاقة العقل والحدث فكان دائما عندك حدث أن هذا الشخص يخفي شيء وإن ذا استنتجت أنه يخفي علاقة أخرى يخفي مشاعره احتمال أن هذا الشخص يكون فكرت أنه لا يحبك لا يريد الارتباط فيك لا يرى مستقبل معاك وكان فيه أيضا مشكلة في التواصل دام أنه فيه غموض معناتك كان فيه مشكلة في التواصل بينكم بخصوص ما صير هذه العلاقة فإن تكنت أخذ طاقتك المعتادة يا برجت دلو في السابق إما قطعت نهيت العلاقة أو العلاقة انتهت وتدهورت لحالها فإن تكنت في مرحلة تحاول اكتشاف الحقائق تحاول اكتشاف ما الذي فعلا يحدث مع هذا الشخص ومن الكارتات القادمة إن شاء الله تلاقي الجواب على سؤالك سبب التأخير ملكة الأكواب لديها ملك الأكواب ولكن في سبب يمنع هذا اللقاء أو العلاقة من أن تنمو وتمشي في مسارها ملك الأكواب سبعة الأخصان وهي طاقة الدفاع أو المحاربة من أجل ما تؤمن فيه وتحبه وخمسة الخماسيات رأينا هذا الشخص يناسبك هذا الشريك بالذات يكافئك على مستوى الطاقة يعني مثل ما نقول جرة واللي قد غطاها ولكن اعتقادك أنت لم يكن صحيحا أنت كانت تفكيرك أشوفه بوجود طرف ثالث أو كنت تفكر أن الحبيب لا يملك مشاعر قوية تجاهك ولكن التارو يخبرك بأن أنت كنت خاطئ في هذا الاعتقاد لأن سبب الرئيسي لعدم مضوح هذا الحبيب والحلقة الضائعة هي خمسة الخماسيات خمسة الخماسيات تتكلم عن أشخاص فقراء يعيشون في البرد ليس لديهم الكفاية ليأويهم فهذا الشخص في مرحلة ما احتمال أن نتكلم معاك في وضع المالي احتمال أن نبين لك جزء من المعاناة المالية اللي واجهها كل شهر فاحتمال عندك فكرة بسيطة ولكن أنت لا تملك الفكرة الكاملة والامتداد الكبير لوضع المالي يعني احتمال أنه من نوع من الأشخاص اللي عليه التزامات مالية كثيرة مع بنوك مع قروض مع أهل وأشخاص تدين منهم فاحتمال أن يكون نوع من الشخص اللي يملك مبلغ جدا بسيط في جيبة لآخر الشهر يعني يكون هذا وضع ولكن أنت تفكيرك راح مكان مختلف فهذه هي الحلقة الضائعة اللي إذا عرفت ها أجل هذه العلاقة لكي يكون هذين الشخص مجتمعين هذا الشخص مستعد أن يحارب ولكن ينتظر هذا سبب تأخير ينتظر فترة بسيطة ينتظر أن يتعد الوضع المالي حتى يستطيع أن يرجع لك أقوى بما تستحق لأن الشخص الفقير بالعادة لا يستطيع أن يواجه أشياء أخرى زيادة على معاناة المالية فهذا الشخص عندما ينتهي من هذه المرحلة عندها سوف يصبح جاهزا لأن يحارب من عجل هذه العلاقة فإذا كنت تنتظر بأن يرجع الموضوع سيأخذ شوية وقت ولكن على الأقل أنت عرفت السبب المهم السبب الذي كنت تبحث عنه بسيفك وتبحث عن الحقيقة وجدت فتار وأخبارك اليوم ليس بسبب أوضاع الحبيب المالية مشاعرك نحوه عندنا عندما انتهت العلاقة وانفصلته أرى أنك أول شيء سويته وكان فعلا تصرف صحيح يا برج الدلو لأنك البرج المنطقي الذكي صاحب العقل والحدث المنطلق فأنت أول شيء سويته عندما انتهت هذه العلاقة أو حدث الانفصال أو حدث البعد بينكم أنت سارعت لأن تشافي نفسك سارعت احتمال كان عندك كوب التمبرز ستتكلم عن الصبر ومعالجة الوضع وبالانسين الأكواب مع بعض أول شيء أنت سويته أشوفك لأن احتمال كنت وجدت نفسك في وضع كوبك فاضي فارغ بسبب انتهاء العلاقة بينكم فأول شيء سويته أنت توجهت بكل ذكاء نحو أمور أخرى وحاولت أن تملي الفراغ وتصرفك جدا صحيح وموزون تملي الفراغ الذي خلفه عدم وجود هذا الشخص في حياتك حاول تمليه بأشي جدا صحية بأشي جدا مثمرة ومنتجة احتمال تكون صبيت اهتمامك على العمل على بزنسك مشاريعك على علاقاتك مع أصدقاء قدامى لم تتوصل معهم من فترة على هوايات لم تفعلها منذ زمن بسبب انشغالك لأن هذا الوضع كان ماخذ كل تفكيرك وطاقتك فالحين صرت تعطي وقت لنفسك للآخرين للأهل قويت يعني أنت صح فعلا صار عندك انفصال مؤقت ولكن أنت رجعت سبحان الله كان لك سبب لكي تكون أقوى لكي تكون منتج أكثر لكي تتواصل مع نفسك بشكل أفضل وتكتشف ما تحب وتعمل عليه وخبر جدا سعيد أن أنت في هذه الفترة أول شيء سويت هو التصرف الصحيح أنه تعالج نفسك تحاول أن تخلي نفسك تستقر عاطفيا بعد الخسارة اللي عانيت منها مع الحبيب والشيء الجميل أن أنت أخذت هاي الفرصة أنت عكس ما أذكر برج من الأبراج توني قريت لا أتوقع برج العقرب برج العقرب كان في هاي المرحلة مصمم أن يكون على مرحلة أربع الخماسيات وينتظر الحبيب بدون أن يعمل على نفسه وبدون أن ينمو ويتطور يعني يثبت نفسه لحد ما يرجع الحبيب ولكن الحبيب كان متوجه نحو نجاحات أفضل والحبيب كان يعمل على نفسه ويطور من نفسه فلا أتوقع أن أنه سيعجبها الوضع عندما يرجع ويلاقي أن الشخص الذي ينتظره لم يعمل على نفسه ولم يتغير أنت بالعكس سويت عكس شريك أكس برج العقرب سوري أنت بالعكس أخذت الحياة مسكتها بقوة وصرت تجرب كل خياراتك في الحياة كل الأشياء اللي ممكن وحلمت وفكرت أنك تسويها في السابق صرت تسويها صرت تخلط الأمور مع بعض تجرب شوية المشروع الفلاني شوية الهواية الفلانية شوية أشخاص صرت تتنوع حتى في الأشخاص وهذا تصرف جدا ذكي وجدا مثمر وصلت وصلت لمرحلة مستقرة من الإنتاج في حياتك وهذا شيء جدا منتظ صراحة يا برج جدا له عفية عليك مشاعر الحبيب تجاهك الحبيب يرى أن الكرة في ملعبك أنت هو بنت ضارك بنت ضارك أن تأخذ قرار نحو العلاقة وعند أمل غير طبيعي يعني لا أعلم مصدر هذا الأمل ولكن لديه أمل بأن الشمس أن أنت ترجع له كما تشرق الشمس يعني شلون الإنسان يستيقف كل يوم ويعلم أن الشمس بغض النظر عن الليل وما حدث في الليل الشمس يجب أن تشرق كل يوم في الصباح هذا الشخص كمان عنده إيمان أن في النهاية المياه رح ترجع لمجراها أن في النهاية رح مصيركم لأن أنت متكافئين أو سول ميت مصيركم في النهاية تكونون لبعض ترجعون لبعض ولكن غير واثق من الطريقة أوقات أحسي يقول أنا راح أخذ الكنترول وراح أتوجه نحو الحبيب وراح أحلل الموضوع معه وأوقات يتراجع ويقول لا 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 راح أنتظر هنا الحبيب لما يكون مستعد هو راح يأتي باتجاهي فلحد الآن الشريكة والحبيب لم يقرر ولم يأخذ اتجاه عنده سيفين لم يأخذ اتجاه معين لحد الآن هو متذبذب ما بين مثل ما أخبرتك هل أنا أقرر وأتوجه نحو الحبيب أو أنتظر هنا لأن عندما يكون الدلو مستعد لي سيعلم أين يجدني فهذه هي مشاعر نحوك في هذه الفترة نيتها في الفترة القادمة أو في المستقبل ماذا سيحدث هذا الشخص احتمال أنك يبرج الدلو إذا لم تتقدم باتجاه هذا الشخص احتمال أن هذا الشخص فعلا يضطر أنه يأخذ قرار صارم مع نفسه بأنه يتوجه باتجاهك لأن السيفين هو شخص في مرحلة لم يقرر فيها اتجاهه ولكن في النهاية سيضطر أن يقرر لأنه بالنسبة ل اللي قاعدة أشوفه بالنسبة ل سيف جهة اليمين سيف جهة اليسار سيف اللي في جهة اليسار هو احتمال أن يكمل الحياة بدونك بالنسبة لهذا الاختيار أصلا غير وارد غير غير مستعد أصلا أن يعترف بوجود هذا الخيار أن يكمل حياة بدونك ففي النهاية رح يضطر لا يوجد طريق سوى اليمين الطريق اليمين ألا وهو الطريق التي يؤدي إليك ولكن الخبر الجيد أن هذه الفترة رح يأتيك كشخص ناضج قبلكم في تركيز على المشاعر الأكواب طاقة المشاعر رح يأتيك ويكون مركز على الأفعال مثلا خلنا نروح نسوي الشيء الفلاني دعوة عشاء خلنا نطلع مع الأصدقاء خلني عرفك على الأصدقاء ليش ما نعرف الأهل مع بعض ليش ما أتقدم لك ليش ما نشتغل على موضوع زواجنا أو الخطبة رح يكون في أفعال رح تتحول طاقتها من المشاعر ورح يثبتها بأفعال محددة وواضحة تجاهك ورح إن شاء الله يأتيك إنسان خفيف في الحمل من الماضي إذا كان في الماضي في أمور تقلقك في الحبيب تخاف من الماضي تبع الحبيب أو أي شيء ثاني ارتباطاتها تعلقاتها في الماضي فالتارو يخبرك بأنه سيأتيك الفول الفول هو الشخص المجازف الذي يقفز من فوق التلة ولا يكون لديه أي أحمال سفر يعني سيأتيك خفيف كما ولدته أمه بدون أي مشاكل أو تبعات أو ثمن تضطرون تدفعون على المدى الطويل خطواتها القادمة أرى أن الحبيب رح يتحول من ملكة الأقصان وهي ملكة الأفعال إلى طاقة جسس جسس تعني لي في هذا الفترة في قراءتك بأن هذا الشخص رح يكون شوي متسرع في إعلان الارتباط رح يكون شوي متسرع في يلا يلا خل نتزوج يلا يلا خل أتقدم لك يلا خل نكتب عقب الزواج يلا نكتب الكتاب نقرأ الفاتحة مع الأهل رح يكون شوي متسرع في تثبيت العلاقة بالطريقة الرسمية طريقة العقود طريقة التقاء الأهل الطريقة الرسمية المتعارف عليها في دولتكم عشان العلاقة تكون أمام الله وخلقه أمام الملأ رح يكون شوي مندفع باتجاه هذا التيار لأنه بالنسبة له هو تعب من مرحلة عدم الوضوح أيضا في العلاقة تكون العلاقة غير مثبتة فرح يحاول يثبتها بالطرق الرسمية المعتادة ورح يأتيك بكوب من الحب يفيض ويعرض عليك ولكن عزيزي برج الدلو أرى أنك بسبب ما فعلت في الماضي مريت بمرحلة شفاء مرحلة عملت على نفسك جربت أشياء مختلفة في الحياة أرى أن بعضكم رح يقبلون هذا العرب للزواج أو للحب بكل ترحيب بكل سعادة ورح تختار أنك تكمل حياتك مع هذا الشخص أو برج الدلو دائما معروف بجرائتها وخروجه عن المعتاد فاحتمال أنك بعضكم وهذه طبعا الإرادة الحرة رح تقول لها الشخص أنا لقيت سعادتي لقيت سعادة لقيت نجاح لقيت تحقيق لذاتي بعيد عن هذه العلاقة فرح تختار أنك تكمل دربك بدونها ولكن لأغلبكم أرى أن رح إن شاء الله تقبلون هذا الكوب من الحب وهذه العلاقة الرسمية بين الناس ورح أسحب لك كرت أخير يا برج الدلو تبع النصيحة لك أول كرت بالعادة ينقلب هو الكرت اللي أخذه هذه الصورة قريبة جدا من طاقة وصورة الشمس أرى أنك مثل ما خبرتك يا برج الدلو أنت وصلت لمرحلة بعضكم إذا حتى ما وصلت له لحد الآن فعندك فرصة أنك توصل لمرحلة متقدمة من السعادة ورح تعرف نفسك على مستويات جديدة كأنك تتعرف على نفسك لأول مرة تتعرف على قدراتك في تحقيق أمور مختلفة في الحياة لأول مرة فهذه الطاقة عندك جدا جميلة ركز عليها ركز على تواصلك مع نفسك تواصلك مع الله التأمل هذه طاقة أيضا تبع التأمل لأنه هي مصدر كل السعادة التي تنبع من داخلك هي هذه ركز على نفسك دائما لا تخلي أي شيء شدت انتباهك ركز على ما تحب ومن تحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر